طيب ما شاء الله دي ما حلوة جدا جدا جدا. طيب واضح يا حمد الناس اللي قلوه صح جدا اللي شاكين في علاقة سلسية او ان شركهم بيخونهم اه انت تسرعت يا حمد الموضوع مش كده. ولو كان حصل بالفعل فهي ما هيش علاقة بالمفهوم اللي اعتبرها هفوة غلطة يعني انت اللي في القلب في عمين قصدي ممكن تكونوا غلطة حصلت لكن ما هيش علاقة يعني علاقة لا هي ما وصلتش للمرحلة دي ممكن تكون هفوة لاني شايفة شايفة الطاقة الكويسة جدا الطاقة اسرة سعيدة الناس اللي لسه ما دي الطاقة ما بينهم انهم عايزين يبنوا عيلة جديدة. اه الشريك الشريك شايفك ازاي بتطلق احكام قاعد بتطلق احكام اه يعني بالراحة عليه شوية يا حمل. اه لانه واضح ان انت تسرعت فعلا. اتمنى يكون كده. انت شايفه ازاي? انت شايفه حبيب رجوع شخص حبيب يعني بتحبه. شخص عزيز عليك جدا. شخص قريب لقلبك. اه الطاقة حلوة اللي بيحصل دلوقتي فرص جديدة. هنبتدي فرص جديدة لعل اكون سبب انه السوق التفاهم او الفهم الغلط اللي حصل عندك وده نبتدي نصلحه. دي فرص جديدة دلوقتي هنبتدي ندي فرص ان شاء الله لبعد وهتستغلوها كويس. وبصوا خبر حلو ازاي. تسمعوا خبر حلو. وفيه شمس بتطلع نجاح. العلاقة بازن الله نجحة. وفيها سعادة وفيها امان. وحاجة بسم الله ما شاء الله وهي ساجد دل. فحنعتبر لو كان حصل خطأ من شريكك يا حمل. انها هفوة. يعني عاديها. عاديها. مش مش مقصود بيها خيانة. ومش مقصود بيها انوية بعد عمك خالص. لأ. الشريك. لأ الشريك بيحبك ما في المينة. ما في المينة. طيب. تعالوا نشوف. المجموعة التانية. وولاء كيز حبيبتي اختار لنا بقى بالنومة النهاردة. للقراءة الخاصة المجانية. بص يا مينة. ممكن تكون علاقة قديمة. بس هاي مشاعر جديدة بتحسوها البعض. ممكن تكون قديمة. احتمال. مرسيا صحر قوي قوي. اسلاميلي يا روحي. بإذن الله. ميك اف ارتس تزوزو. كلامك صح قوي. بشكرك يا ام خالد. حاج محمد اسلاميلي بشكرك. بإذن الله. بإذن الله. بإذن الله حبيبتي كل الخير. ان شاء الله ليكم. سنجل صارة لو انت سنجل انا شايفة فيه علاقة جديدة للحمل الاشهر ده. فيه شخص هيظهر. ان شاء الله. او يعني في الفترة اللي جاية دي. بشكرك جدا يا واقل. شكرا شكرا. يا سامي يا رباني خليك يروع. ايه الكلام الحلو ده. اسلاميلي. طيب. انا نشوفها المجموعة التانية. بسم الله الرحمن الرحيم. اوكي. عندك حيرة جمدة يا حمل. حيرة من حكتين. في حكتين من حيارينه. مش حكة واحدة. حكتين. جميل. جميل جدا. طيب. The star. The star النجم هي طاقة ايجابية كويسة. عندك طاقة ايجابية معقولة جدا. معقولة جدا مش بطلة خالص. فيها يسا عندك حيرة شوية. يعني انت محتار. مش عارف تقفين. مش عارف تعمل ايه في نفسك. الخيرة دي تعبتك. تعبتك. يعني تعبتك جسمانيا حتى انهاكتك. يعني ليه كده. لا عندك حيرة جمدة جدا. وممكن يكون حاجة تانية انه انت عمال تبذل مجهود حاجة ومركز فيها جامد جدا 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 جدا. بديها كل طاقتك. إنما فيش مرضود. يعني مش بتلاقي المرضود زي ما انت متخيل. او زي ما انت عايز. مش عارف الموضوع ده عمليا. يعني في حياتك العملية. ولا في حياتك الأسرية. ولا في حياتك العطفية. الحتة دي لكن هي عاملالك انهيار جامد في الحقيقة الشهر ده. هي عاملك انهيار برج. انهيار البرج ده انهيار لاسلوب او انهيار اه لمعتقد لاحساس معين انت عايش بيه بقى لك فترة. حينهار حيبتد ينهار يا اما هو ينهار لوحده يا اما انت اللي هتهده بايدك. يعني زي ما تقوله انا حسيت انت بتقول ايه محدش مقدر اللي انا بعمله ومحدش يعني حتى بيقولي كلمة شكرا طب انا مش هعمل حاجه خالص وهتبطل تدي وهتبطل تضحي وتبطل تعمل حاجات كتير من الحاجات دي اهو انهيار لشيء. زعلان اهو زعلان متضايق ومستني حد يراضيك ونغمس في ذاتك. يمكن لما الناس يبتدوا يعني يحاولوا ان هما يراضوك او يخففوا عنك انا شايفة ان دي تفريغ شوحنة بقى انا مش عارفها دي خناقة بقى حطي اني بقى فيها حالة غضب ومشاكل كده وزعيق وحاجات اه زي ما تقولوا انا انا شايفة ان دي حالة تفريغ ان انت بتفرق الطاقة اللي جواك او الكلام اللي انت كنت استحمله فترة طويلة هتبطل يتطلعوا في الوقت ده وعشان ترتاح. هتبطل تغيير لا فيه واضح ان هيصل تغيير عندك في الحياة في نمط حياتك جدا انت اللي هتاخد الكنترول وشايفة قديني حيرة من امر ما بس افتكر الحيرة تخص الحالة المادية انت عايز تعتمد عن نفسك ماديا لو الناس لو الناس اللي انت متضايق منهم او اللي حصلت المشاكل منهم دول الناس دي انت مرتبط بيهم مادية او حياتكم المادية مرتبطة ببعض هتبتدي تبقى عايز تعتمد عن نفسك مادية عشان تبقى في غنى عنهم تماما. فيه هنا قدامي كمان دي انا بقول ادي نفسك اجازة دي اجازة انت هتطلع اجازة ان شاء الله مش مش شرط ان احنا نسايف ريال من نور المكان يعني زي ما انا عملت مسلا قدتلي نفسي يوم الجمعة ده خلص اجازة. عامل فيه انا عايزة بقى لا فيه شغل ولا فيه كلام ولا تليفونات قفلت كل حاجة واجازة راحة ترتاح. اه كافئ نفسك بحاجة اخرج مع صحابك او اخرج مع صحابك اه روح اشتيلي حاجة كافئ نفسك دي عملية احتفال وعملية اجازة. الناس اللي اه على وش خطوبة او في مرحول التعارف دلوقتي شكل فيه خطوبة الكاتر ده كمان معناها خطوبة. اه بعدها فيه مغامرة بقى هفيه احساس بالمغامرة. ليه ده الاثنين بقى للمرتبطين او لغير مرتبطين. اه افتكر الاجازة اللي انت هتعملها دي هتهديك يا حمل انت محتاج الموضوع ده انت اقول اسموك حمل لانك انت حمول بتفضل تستحمل وتستحمل تستحمل يعني من كتر الزعل يعني خلاص بقى لو ما لقيتش تقدير من الناحية التانية زي ما قلت لكم الاجازة دي هترفع من روحك المعنوية جدا كارت بقى الشمس تطلع تبتدي بقى روح المعنوية كعلى كده وعايز تعمل حاجات وتتحرك وتسافر وتغامر وحتستعيد التوازن بتاعك ان شاء الله ونفس القراءة تتطبق على الناس اللي هيصن عندهم خطوبة هيبقوا حاسين ان هم في حالة مغامرة وفي حالة سعادة والدنيا نستيعيهم ان شاء الله ربنا تعملوها على الف خير هنرخص قراءة المجموعة التانية بسرعة الحمل فيه عنده حيرة جديدة جدا جدا وحاسس ان هو مال مبدي مجهود جامد جدا في حاجة مفيش منها رجع مفيش منها تقدير فتعد جدا الموضوع اثر عليه حتى جسمانين محتاج راحة وكيز ارتاح ويحمل شوية حوله تنام شوية هيقرر انهيار تقريبا حاسن انهيار ده انت اللي بتهده باييه دك يحمل هتهد حاجة كانت قايمة لفترة طويلة جدا معاملتك مع الناس او اسطوبك معاهم ويعني نمط حياتك هتبتدي هتهده وتبني ما كانوا حالة تانية خاصة ازعلان ونغمز في ذاتك افتكر هيبتدي الناس يقربوا منك ويحاولوا يعني يصلحوك او يفهموا مالك انت حيبقى ردك عنيف جدا وهيبقى فيه خنائك ومشاكل كتير قوي قوي بس هتطلع لجواك هتبتدي تمسك انت قيادة العربة هتحتار شوية بين اختيارين شباح بعض شوية بس الموضوع ده يخص الحالة المادية عندك عشان انت هتبقى عايز تاخد خطوات نحو ان انت تعتمد عن نفسك مادية اه في خطوبة شايفها للناس اللي في مرحلة التعرف دلوقتي بازم اللي ربنا تنملكه على خير بعدها في مرحلة اه يعني تفائل ومغامرة احساس حلو جدا بالنسبة للناس اللي لما مش مقبلين عن الموضوع ده انت هتاخد اجازة وانت تستحقها خد اجازة شوية بريك ان شاء الله يوم واحد افصل فيه عن الشغل وافصل فيه عن الناس وحتى عن الصحاب اللي بتحب بس اللي بيحب بيقضي وقته مع الصحاب والموضوع ده بيريحه نفسين مدى صحاب والموضوع ده بيريحه نفسك موضوع ده بيريحه نفسك موضوع ده بيريحه نفسك